احنا عارفين ان احنا عندنا فنانة جرافيكس اسمها غادة والي وغادة والي فنانة الجرافيكس لسبب او لاخر وبشكل او باخر اصبحت بتصمم لوحات تشكيلية ادي الله دي حكمته يعني ماشي واحنا عارفين ملبسات القصة من اولها لحد اخرها لانها لم تكن ولم تعد ولن تكون خافية على احد في النهاية استاذ غادة نقشت لوح لفنان تشكيلي عالمي روسي شعير وحاولت ان تطفي عليها ولو لمسات وان كانت لمسات الحقيقة بسيطة زيادة عن اللزوم فاصبح واضحا ظاهرا للكل ان دي لوحد فلان فازاي مزيلة بتوقيع فلانة والمسألة انه ده حصل بدل المرة اتنين وفي المرتين ابدى الفنان الروسي اعتراضه امتعاضه استنكاره الى ان قرر انه يحرك الموضوع امام القضاء المسألة مش متعلقة بقصة الفنانة غادة والي المسألة متعلقة بمسألة ان هناك من يظن انه دائما اذكى من كل الناس يعني انا الوحيد الزكي والبقين مغفلين مش شايفين حاجة ولا عارفين حاجة ولا فاهمين حاجة والمسألة في انه البعض يحاول ان يستخدم مجموعة من المصطلحات والتصريحات اللي بتهين العقل الجمعي لانها تصفه بانه اكتر تغفيلا فيتقال مثلا مركة كلام كده زي بتاعت ايه ده اقتباس دي نفس الروح وايه يعني ما كلنا بناخد من الفن المصر القديم حاجات كده يعني او كلنا بناخد من فنون العصر البيزنطي او كلنا متأثرين بالفنون بتاعة الحضارة الهيلينية والحضارة الاغريقية او اصلا تأثرت بخطوط فارسية يعني وده المزيد من الاستغفال المصريين يا جماعة ما بيحبوش حد يستغفلهم المصريين في ظني انا ازكى شعوب الارض والزمن كل شوية بيثبت كده فمتحولش تستغفل المصريين ومش من الزكاء ان انا اقتبس او اسرق او انقش او اخد يعني تكاد تكون نسخة تبقى الاصل من اللوحة لفنان عالمي مشهور يعني في حد كده يقولك ايه كذب مستف ولا صدق مفاركش فحتى الكذب ما تستفش فصدر حكم بحبس غادة والي الفنان غادة والي طبعا ما هياش الدكتورة غادة والي يعني الدكتورة والوزيرة السابقة المحترمة الى ابعد الحدود يعني دي ليه صاحبة هذه الصورة ست شهور غرامة عشر تلاف جنيه تعويض مؤقت مئة الف جنيه مصري وده لاتهامها ادي اللوحة طبعا المسروق اللي تحطب في بيتهم الانفاء اهو اليوم الحكم في اتهام الفنانة التشكيلية غادة محدش يقول الفنانة التشكيلية الله يخليكم غادة والي فنانة جرافيكس وهم وصف اللوحة بقى اللوحة المسروقة ده الوصف بتاع الخبر مش بتاعي ترجمة نانسي قنقر